بسم الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة والطالبات من الصف الثالث لإعدادي وحتى الصف الثالث الثاني وعلى قناة النساء السعزة لشوخ تفسير قعد اللغة الإنجليزية كمان حل التدريبات على مناهجك المختلفة أما بالنسبة لضربة الصف الأول الإتداعي وحتى الثاني الإعدادي فمرحبا بكم على قناتنا الثانية قناة إنجليزي إتداعي عند إعدادي مع مسانا السمان إن شاء الله أردو الشباب لقناة مقابلة الصف الأول السنة ونستمر نكتب جميع عمشين تات وعشرين الواحدة الرابع الدرس الثالث والرابع نارضة إن شاء الله نشتغل على برايتس لايجزي صديقات الجرامر بتاعها والجزء ده من الوحدة بيتكلم عن قواعدة كاونتابل أند آنكاونتابل نونز الأسماء قابل العدد وأسماء غير قابل العدد وأكيد انت شفت معنا فيديوهات شرحة تحنها وإن شاء الله تدريب أتداع صفحة 200 واحد وشين سمع عرضك لله وإن أكد على تذكر تطبيق تحليل تقييم كريات إبداع والصحيم على بعض الكتلاغ اللي يبدأ أولي ويقولك فيها لحسنا الحظ إذا نيوز الأخبار خبائك بحتة دي وجاء الفراغ أزبات أزوية أكسبكتد يعني سيئة بالدرجة اللي إحنا كنا متوقعينها الحمد لله تقول نول وزنت ولا ورنت ولا هابنت بين ولا ضونت الجملة اللي قدامك تدل على الماضي هلو خالص بما إنها تدل على الماضي يبقى هابنت بين مش هتنفع وضونت مش هتنفع فاضل مع إيه جميل كده نيوز تعامل معاملة هي وش وإت هي شكلها في الكتابة يتالك إن فيها إس لا الإس أساسية كلمة نيوز اللي هي معناها بالعربي عند جنت يتالك إن هي الأخبار يعني جمع عندنا مش جمع عندنا تعامل معاملة هي وش هي وإت يبقى أخذ لها ووزنت إجابة وهيتصحي إتنين ما مادر جيب مي وليدتني وجاب فراغ فوت طعام طب ماشي أنا كنت لسا جاعة عمل جدا بطأ لكن ما جوتلهاش يبقى ده معناه إن الليتل الأم الإبنها قليل غير كافي طيب يفرج معايا هي كلمة فوته عدل ولا غير قابل عدد غير قابل عدد يبقى فيه ما تنفعش وفيه ما تنفعش فاضل إيه فاضل أليتل وليتل طيب الاتنين معناهم قليل مين فيهم القليل غير كافي ليتل من غير أه ثلاثة زيرو جاب لي فراغ تفرج معايا كلمة باسنجرز جالت لي إن اللي هنهوأ ها لازم يكون آآ آآ فعل يعامل معاملة زي خلاص كده طيب عايز يقولك إنه يوجد فلا عديد من ذكاب وزيادة كمان كبيرة لدرج إنه همش يقدر يركب إيه يركب القطر ده ملهوش في مكان طيب يقولها بأرينت لا يجونها مش منفية طب نقولها بإزينت إزينت مش هتمفع عشان كلمة باسنجرز فاضل وإز إز مش هتمفع برضه عشان كلمة باسنجرز جمع يبقى مين الصحيحة هناك العديد جداً كتير جداً من ركاب ده خلاها مقدرش يركب حرك الشاشة ونروح ليجونها أربعة وديو لايك وديو لايك معناها هل تود تحب أعملك ها شاي بعد الوجبة يبقى صم دي لان اللي انت بتعمله ده حاجة اسمها ايه اسمها انت بتعمل بتقترح عليه ولو عايز تعتبرها أوفر يا سيدي مش مشكلة انت بتعرض علي انك انت ايه بقى تعملك شوية شاي تتحب أعملك بقى الشاي يبقى انت كده بتعمله حاجة زي ايه بيعمل له عزوم حلو خلاص ما ينفعش اقول مادش ما ينفعش اقول أهل ان كلمة شاي ما تتعدش وما ينفعش اقول اني لانان مش بقول له هو انت عندك شاي ولا ما عنده لانت بقول له تحب تشرب شوية شاي عشان كده إلى الان اجيب سر العادي اللي ان مفروض ان انا باكون بقىامل سؤال على حكاية الاسماء قبل عادي لان عادي جمعين حت förروض ان تقول اني مفروض اني هو انت عندك كذا لقد انا قول بتحب بتشرق كزا. هنا اقدر اقول له صم. انا كده بقى عزين بتحب اعمل له كزا. يبقى انا كده بستخدم صمت. في خمسة ده الشرطة ما لها? خلي بالك ان كلمة الشرطة ده تعامل معاملة زي. الشرطة كزا من انها تستجب اتنين من الرجال بخصوص جريمة السطر المسلح. طب نقولها بوانت مدرع بسيط في المصدر عشان بوليس. ولا ما هيوش يوئت. ولا ازوانت مدرع تام مع هيوش يوئت. ولا ازوانت مدرع بسيط نو بنجول مع هيوش يوئت. انا قلت ايه? انا قلت القوليس وعمل مواملة زي. عشان كده هاخد لها فقر. خد بالك ان انا برجع معك القاعد. والله برجع معك القاعد. ستة. محمد ضزد. خد بالك من الحتة دي ضز انتهاب وجيب لك ماني. محمد ليس لديه اي مال. طالما الجملة منفية. خلاص كده امام حمد لايس لديه اي مال. الله طب يا مستر الجملة مفيش فيها اي. ده اللي موجود مطش وميني? وصام وفيو. يبقى انت كده تروح لمن? تروح للبديل بتاعها. البديل بتاع اني? هو مطش علشان كلمة ماني غير قابل العدد. الله. يا مستر الفلوس ما تتعدش. انا ما قلتش الجنيه ما يتعدش. ما قلتش الدولار ما يتعدش. ما قلتش اليورو ما يتعدش. انا قلت ايه? قلت الجنس نفسه اللي هو كلمة ماني. اللي هي جنس المال. كلمة ماني ما تتعدش. عشان كده يستخدم انت مع ايه? مطش وما قدرش استخدم مع هاميني. طيب. ليه ما استخدمناش صام يا مستر. صام ما جيش فيه المهم فيه. ليه ما استخدمناش فيه يا مستر? لان كلمة ماني غير قابل العدد. سبع بدأ في فرق. كزا التدريبات بتحافظ على جسمك انه هو لا ولذلك لازم تلتحق بفاصل منفصول ايه? الجيم. طيب. بنقول ميني لو قلنا ميني كان مفروض اكسلساز دي تبقى جامع. طيب بنقول مطش ولا الوت ولا فيو هنقول مطش ايجاب او صحيح. على ايه مستر طيب انت قلت لنا ميني ما تنفعش عشان اكسلساز كان لازم تبقى جامع. طيب ليه ما يخدش الوت. لو الوت عشان تبدأ جملة كان مفروض يتقول الوت اوف. مش موجودة اوف. طيب امتى دي الوت لما تكون اخر الجملة? لما تجي كده تكفل بيها. طيب فيو ما تنفعش لين? كلمة السيزن هوا جاي على النهائة. جاي على النهائة. فمتنفعش فيو. فيو لو استخدمتها مع اسم قابل للعدد قليل لازم يكون جامع. وده مش متحقق. تماني معناها شنطلت فلوس. كيس ماشي مبارد. خد بالك من حتة ا. ا معناها ان اللي تسرج من الاب بشيء واحد. حاجة واحدة. خلاص كده? طيب. ماضي بسيط ممن المجهول. مضارع بسيط ممن المجهول. ماضي بسيط ممن المجهول. بس الفرجة هناه طبعا كانها زي. مضارع بسيط ممن المجهول وبرده زي. نتفق على حاجة اني ا يعني واحد. تمام كده? طيب. يبقى لا تنفع ولا ار تنفع. فاضل مين? فاضل ووز وفاضل از. هنا يفرج زي من الجملة. الجملة ماضي بيقول لك يبقى كده هو اللي هتنفع اجابة واحدة صحيحا. علشان كل اللي قلناها. تسعة بيقول لك فيها معظم الاساس بتاعنا. كلمة معناها اثاس كلمة غير قابلة العدد. بعمل معاملة وبيكمل يبقى موظم الاساس بتاعنا صنع فيه دمياط. مضارع بسيط من المجهول. طب لي ما اخدناش ار يا مستر ار توعمق ار لو فيه زي. طب يعني ايه? يبقى ما ينفعش معنا. طب. ده مضارع بسيط. هو الاساس اللي بيصنع نفسه? لا. طب مضارع مستمر. برضو بعمل معاها انها اكتب لها هي مش اكتب. هي باسف عشان كده خلناها لها اجابة واحدة صحيحة. نحرك الشاشر. تبقى من رقم عشر اهي عن وان الصفحة اللي حيش رغينا عليها. اه خد بالك من الحتة دي بداء نخش في منطقة منطقة المطبات الصعبة. ايه المطبات الصعبة? عندك انت في القاعدة لما جينا نحكي عن كانتابل انكاونتابل جنونز ادينا لك مرحوظة مهمة جدا بتقول لك بان المسافات والكميات والمقادير تعامل معاملة هي وش هي وات. حلو كده? يعني محتاج معها انت محتاج معها از لو جملة مسبتة. لو جلمة منفية. هنا هو بيعتبرها مدة زمنية على بعضها كتلة واحدة. يبقى نقول تلاتيا ليست كافية لاجازة حلوة. جميل? قبل ما خلناش اقول انت مستر احنا قلنا تعامل هنا ككتلة زمنية مع بعضها ماشي معايا انا في ملحوظة في قاعدة بتاعتنا الذي يعده والذي لا يعد. قلنا ان المسافات والكتلة الزمنية والكمية والمقادير تعامل معاملة هي وش وات. هي بقى وانت ما تنفعش وانت ما تنفعش وهافنت ما تنفعش. مين هي تنفع? از انت فقط لان هتعمل معاملة هي وش هي وات. حزارش. كان يو تلمي هاو هل يمكنك ان تخبرني كيف كزا طايمز. طب هنا هاو هنا ما بينش معناها كيف ده هنا معناها ايه كم. طايمز معناها مرات. انت شوفت هزا الفيلم. هنا بيسأل عن عدد. طالما بيسأل عن عدد بهاو ميني. مش بيسأل عن مقدار عشان تقول لي ماتش. مش بيسأل عن عدد مرات عشان تقول لي مش بيسأل انت عندك ده ولا ما عندكش عشان تقول لي اني. كان يو تلمي هاو ميني تايمز كم عدد المرات? اتناشر. هل تود في ان تحصل على حلب مساعدة? ها? طالما انت بتعرض يا باشا يبقى تقدر تقول سام. محتاج بعض المساعدة. ما ينفع شيئين اللي مش بقول له هو انت عندك اي مساعدة ده انا بقول لتحب. والان لان كلمة مساعدة لا تعد. خلاص? وهنا هو ذا زيها ما هنا هو مش محتاج لها ده انا بقول لتبع انا باعرض. طالما باعرض بقول له تحب اتقدم لك بعض المساعدة يبقى انا محتاج صد. طالما بدي ماني فلوس الملابس كزا. هلو خالص. هو الكلام عايد على مين هنا? كلام عايد على الملابس ولا على الفلوس? وبقول له فلوس الملابس يبقى الكلام عايد على كلمة مش على كلمة يبقى تاخد لها الفلوس بتاعت الهدوم كانت. الفلوس هي اللي كانت. عطرة بيزة. ما ينفعش عشان كلمة معاملته وشو قد. ما ينفعش هاز لان هو بش بتكلم في فكرة الملكية. هو بتكلم عن الكينونة. عن بقول لك ده كانت كزا. ما ينفعش هاز لان ان هو هنا هو انا بتكلم عن ايه? كان مش يملك. بس عشان تبقى شايف رقم الصفحة الجملة واضحة. لكن عايزين نشو شو الصفحة. اربعة عشر. انه من الجاية ان جدا اني انا ما عنديش لاجج. لاجج معناها امتعة. اللي هي مقصود بها الشمط والحاجات دي. انا استطيع اتحرك به بسهول. حلو خالص. طيب نقول ميني لاجج? لاجج ما تتعدش عشان نحط قدامها ميني? طيب. ما تجيشي في جملة مين في. اي دونت هاف. ما تجيشي. طيب. اي دونت هاف الوط برضو ما تجيشي. اللي تنفع تيه بقول مين فيها هي مطش. اي دونت هاف مطش لاجج. ليس لدي الكثير من الامتعة. وعشان كده خدناها. خمس عشر. ماريام ماريام كاتب تستمع تو ايه? ميوزيك ان دا راديو. ماريام كاتب تستمع لي الموسيقى في الراديو. طيب نقول اه كلمة ميوزيك غير قابلة لعدل عشان قد تقدامها اه او اان. ميني برضو ما تنفعش ان مين لازم تيجي قدام حاجة تتعد. وان ما نفس الكلام. ما وان هي اه او اه. يبقى فاضل مين? صم. تستمع الى بعض الموسيقى. لان زي ما قلناها غير قابلة للعدد. كل واحد يعرض ده اثليتكس. خلي بالك ان كلمة اثليتكس كلمة مخادعة. ليه? لان كلمة معناها الالعاب الرياضية وهنا تعامل عندي انا معاملة هيوشويت. لان الاس ده هي اساسية. مش مضافة علشان اخليها جمع. يبقى انت عايز فعلي معامل معاملة هيوشويت تلاقي نفس بروح تميح عند مين. ليه ما خلناش كيب? بتتعامل مع اثليتكس على انها زي. وده غلط. ليه ما خلناش ار كيب? لانها بتعامل معها لانها زي. وده غلط. ليه ما خلناش هاب? لانها بتتعامل معها لانها زي وده ايه? وده غلط. سبعتاشر مايصان بووت انيو باير اوف شوز. اه خد بالك من الحتة دي كويس خالص. لما قال لك اه. كده خلت بير اوف شوز دي تعمل معاملة هيوشويت بنتها تقول واح서. هنا هوا يا باشها خد بالك من الحتة دي. لما قال لك اه يبقى كده هو بير اوف شوز تعامل معاملة هيوشويت تجيب لها ووسة. لان المبود ان الحزاء كلمة شوز تعامل معاملائة زي. لكن لما قال لك اه هنا خلنها يتعمل معاملت هيوشويت يبقى ار ما تنفعش. وير ما تنفعش وهاف ما تنفعش. ت durant 18 ماي فوتبول تيم. فريق كرة القدم بتاعي. خد بقى اكمل حتة دي. اللي هي اللي هي ان كلمة تيم من الكلمات اللي فيها خلط. يعني ايه خلط? يعني تنفع معاملة زي وتنفع معاملة هي وشي وقت. تفرج ايه? تفرج في حتة قول اللي جاية وراها ده هيا. قول اللي جاية قدامك دي خليتني اعرف ان كلمة تيم هنا وتعمل معاملة زي بتاخد لها هاف. طب ليه ما خدتش ار? هو بيقول لك ان الفريق بتاعي في موجود جوا. ار تتكلم عن الكائنون انا مش عايز كائنونة. طب ليه ما خدتش غوز? لان غوز بتيجي مع عميد مع هي وشي وقت وانا كمان حاجة تاني. لان انا مش عايز فكرة كانة انا عايز فكرة به. الفريق بتاعي جوا داخل جوا كل الطلبة اللي موجودين في المرحلة السنوية. تسعة فرشرة انا اتمنى ان انت تستمتع برحلة بتاعتك. اه جد صفة طالما صفة بتحط قدامها اداء. اه جد طيب. طب ليه ما خدتش حاجة تانية مثل كلمة ميني بتتكلم مع اسماء القابل العدد. ودي يا صفة. الصفات لا تعد لان انا ما بقدرش اخلي الصفة تجمع وتبقى مفرد حسب الاسم اللي قدامي. بمعنى ان انا لو عايز اقول طب لو عايز اقول اولاد طيبين. جمعت بويز ما جمعتش الصفة. هنا الصفة قدامي اقدرش اجمع عشان احط لها من ولا احط لها افيو ولا بسأل عشان اقول ايه? عشرين اللي هنا رجعنا الملحوظة قنا بقولها من شوية. ان الاسماء التي تعبر عن الكميات والمقادير والمسافات والحاجات ده هي تعامل معاملة يبه هنا هو معناها خمسة مليون جنيه. مالها? كتير قوى على الفيلا دي. طب لو ما اخدش ليه لما يكون فعلة اساسي في الجملة ما انفعش اخليه في الاستمرارية. طب ليه ما اخدش لان احنا قلنا خلاص انه تعمل معاملة يوشو ات? طب ليه ما اخدش ونفس الرد هو هو ما ينفعش لانها تعمل معاملة يوشو ات? الغلطة الاولى الغلطة التانية ان فيها ايه? ان فيها برضو جنا. واحد وعشرين اصدقائي اصدقائي تمكنوا من الحصول على كم كبير من المعلومات الليه المفيدة. ولكني لم احصل على ولا معلومة. ما ينفعش صام ما بيجيش في جميع منفية. ماشي خلاص كده? طب ازاي يقول مع اسم غير قابل العدد? ازاي يقول مع اسم غير قابل العدد? اتنين وعشرين بيقول لك فيها. الواحد لازم يشرب. معناها كافي. كازا من الماء يوميا. طب نقول لطس. كلمة غير قابل العدد لشان قدامها لطس. طيب. 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 طيب ازاي اناف وازاي اناف معناها كافي. مش محتاجة قدامها تاني. احنا مش محتاجة قدامها كلمة من كلمات محددة. يبقى انت اكده اعزي كلمة معناها مقدار. عشان تبقى مقدار كافي. كلمة تسبق. تسبق الصفة. مقدار كافي من الصفة. نحرك الشاشة. ونروح لجملة رقم تتعريبه لك فيها. جاي الفرق. كافي معناها مقدار القهوة اللي انت شربتها النهاردة وحطها النسفة. يبدا سؤال. راح رد عليه قال له لما تكون عايز تعمل فكرة دهية. عايز تسأل عن مقدار الشيء اللي شربه حد معين او اكله حد معين. وجاوب معك بعدد ماشي. انت بتسأل بها وماتش. لما يكون الاسم غير قابل العدد. كلمة كافي. كلمة غير قابل عدد. فبتسأل بها وماتش. روح هو يرد بعدد. عادي جدا. هاومني يستخدمها لما يكون الاسم بتسأل عنه قابل عدد. كلمة كافي اللي هو البون تحديدا الخامة. متتعدش. لكن للتعدي الفناجين هو رد قال لك ايه فنجانين. قال لك او كابس. فبتسأل اصح بها وماتش عشان كلمة كافي غير قابل عدد. لكن بترد بعدد. طب ايه بتستخدم هاومني لما تكون بتسأل عن اسم من الاول قابل عدد. مسلا. هاول واحدة مش تنفع لانها هاول كوفي كيف قهوة ايه كيف قهوة دي. هاولهم انت بتسع طول مدة زمان اشي تقول لي هاولهم. اربعة وشين مولا فيها. اللي عمله الاستاذ يسامة لانه كان مريض جدا في الفترة الاخيرة. طيب. اقول اس بي كوس ولا ار ولا هاز ولا هات. بزمت اقتلامة جايب انها هو داز. هنا داز بمعنى فعلة. يبقى انت ايه منطقة اقول ايه? اقول اس? ازاي يجيب ار ولا موجود داز? ازاي يجيب هاز? ماشي. وهنا هوا داز هاز. ايه معناها داز هاز? ازاي هاز داز? هاز معناها يمتلك. ماشي? طبعا مش عايز امتلك. انا عايز اقول ان اللي عمله كان او يكون على استاذ يكون مضارع. وهذا انا برضو مش تنفع. مع الفكرة بتاعنا مش بكلما ملكية. انا بقول ما افعل اهل الاستاذ يسامة بسابق كزي. ايه حتقول لك. يا مستر. هنتم مش قاليني ان لما تلاقي داز في السؤال. تحط وراها الفعلة في المصدر. يقول لك ماشي. طب هو ده سؤال يا راجلة طيب. ده دي جملة. هنا كلمة داز على بعضها. في الجملة اللي قدامي لما ترجم الجملة على بعضها بوجود داز هوها. معناها ما فعله الاستاذ يكون بسبب انه مريض. خلاص? يبقى دازل قدامك دي انا ما جابهاشي فعل مساعد محتاج بتاع ده في سؤال علشان تقول لي اني دي جوراها فعلة في المصدر. لا يا باش. كمسة وعشرين. انا كنت غاضب جدا عندما اكتشفت اني. او لجيت لان كلمة فوندت ممكن يكون معناها. يجد وممكن تجيب معناها ايه? يكتشف حسب اللي هيجاها. ان ما يصف الشربة بتاعتي اقدر في المطب. يبقى هو ليجي ايه? ليجي ايه? ايه هارز? ايه هارز? الاني تجيب جملة ما فيها. طب جملة هاني مش ما فيها. انه هارز ما فيها برضو. اهار معناها شعراية واحدة. زهير هنا الشعر كله. هو هنا هليجي ايه? ليجي الشعر كله في الشربة ولا شعراية واحدة. شعراية واحدة. يبقى اهار. يبقى هو في الشربة بتاعتي كان فيه شعراية واحدة. يا حد يقول يا مستر مش انت وطولنا ان الشعر ما يتعدش? كلامك صح. لكن هنا هو الشربة انت حطيت راسك فيها شعرك كله. انت شعراية واحدة. يبقى هنا واقدر اعدها. شعرية واحدة واجعة في الشروع. ستة وعشين زاترين از القدار ما لاخد بقى بحيطة از دي. طيب معناها من وسائل مواصلات. طيب. تأكيد اهو. طيب. معناها يعني ودي كده فعل. معناها ده مينز اللي هي معناها المعاني. طيب. معناها وسيلة. معناها بعض المعاني. هنا يا باشا دي معلومة معناها القدار وسيلة. يبقى معناها وسيلة. من وسائل مواصل. خد بالك من معاني المفردات التي تشغال عليها والكلمات والقواعد عشان تقدر تشتغل كويس. هتحفظ بس شيء نفعل. لازم تفهم الاول وبعدين تحفظ. احنا مش بنقول ان اللغة ما فيهاش حفظ. لا طبعا. ده اللغة ابو الحفظ. لكن تفهم الاول وبعد انت احفظ. سبعة عشرين. لو انت عايز تعرف الاخبار اللي هي عندك بالعربية تهلك ان هي جامعة. لكن عندنا لا. لو انت عايز تعرف الاخبار يمكن ان تقرأها فيه. الاخبار يقولوها فين? يقولوها في جرائد. مطش بيبر معناها مزيد من الورق. ما تنفعش لان كلمة بيبر خامة والخامات ما تتعدش. طيب بعض الورق. لكن معناها جرائد. تمام يا باشا? ماشا. بتاع روح اللي بعدها. تمانية وعشرين. ما عنديش معلومة. اقول زي اكس انت عني الحدسة. طيب. قلوه ما عنديش معلومة عن الحدسة. يبيعرف حاجة هو? ما يعرفش. ما عندوش حاجة خاصة. طيب. ايه الجملة اللي تدي نفس المعنى? ايه هاب ليتل اكس انت عندي معلومة جليلة? كما ده معنى انت عندك. بس المعلومات ايه? جليلة. ده بقول لك ما عنديش. طيب. ايه هاف صام انفورميشن عندك بعض المعلومات? لا. طيب اللي بعدها. ايه هاف اني انفورميشن ما عنديش ولا معلومة? اه. كلام معجول. ايه هاف فيري لتل انفورميشن عند معلومات جليلة? لا ايه باشا. هنا لتل في الجملة الاولى ما تنفعش ان هو ما عندوش معلومات. وصم زي اها انه هو ما عندوش برضو معلومات. خلاص? وليتل اللي جاية في الاخيرة برضو ما تنفعش ان هو ما عندوش معلومات. هو ما عندوش اي معلومة. ايه هاف اني انفورميشن. ديش ولا معلوم. عندي الحدسة. الحركة اشنش لجملة تسعة وعشرين تبقى زهرة بطريقة افضة ومعها رقم الصفحة. طبعا انا حاولت ايه اه اجلل الاصفر قدامك اشي ما اجلتش ايه اناك. بيوس اوشين. وانا افضل في وضعهم سنتزز واحدة ما جملة جاية. يعني الجملة اللي جاية دول تلاتة فيهم الصياغة صحة. واحدة غلط. طلق الغلط. واختر. وينيد سام ووتر تو درينك دورينج دجيرني جملة سليمة. نحتاج بعض الماء عشان نشربها في الرحل. ماشي. هي تول دي مي ان امبورتنت انفورميشن. خد بالك من حاجة. كلمة غير قابل العدد. بما انها غير قابل العدد ما اقدرش احطه قدامها انا. يبقى كده جملة دي فيها غلط. طيب. ماشي كلمة مع معقولة. لان ده يتعد وانا جابها في شكل الجامع. نرجع ناكد بس فوع لان كلمة صم مع ووتر طبيعي. طيب. ماشي اللي بعدها. انا قابلت ببعض الناس الطيبين. ماشي بحدي جدا. من كده اللي فيها غلطة. اي جملة في الحرف بي. اه. هي اللي فيها معلومة غلط. انا عايز الجملة اللي فيها معلومة غلط. وخلاص طلعنا. دي غلط طلح. تلاتين. المراد عايز العكس. اللي اربع جمل دولة فيهم تلاتة غلط. واحدة صح. الصح هي اللي طلعها عنها. ماشي? الجملة دي انها هو جملة سليمة. خلاص صياغتها صح. تعامل معاملة زي. فخلاص جاب لها ار. تمام? وهنا هو الماتيريال. تعامل معاملة يوش يوئت وحطه قدام بتاعتها اه ماشي. طيب اللي بعد كده لنتلز السوب لنتلز هي مفروض لنتل سوب. اللي هي شربة العدس. قصد العدس ده انت مش تقعد عدس يبقى ان هو بدأ بغلطه خلاص. ماشي. اكمل بقى وقال لك ار. يبقى شوف بقى مجموعة الاخطاء. طيب. جيمناستيكس تعامل معاملة يوش يقتي لان الاس اللي قدامك ده هي اساسية. يبقى ار انتين هو غلط. يبقى مش هينفع ده. طيب. احنا لسه من شواء جالين ان اللي يعبر عن المسافات والكميات والحاجات دي تعامل معاملة ايه? يوش يقتي بار هنا هو مش تنفع مع كلمة ايه? مع كلمة كده مين الجملة الوحيدة اللي ما فيش فيها غلطة? الجملة في الحرف ايه? هنروح نحط لها خط. تمام? ونأكد عليها ان هي جملة سليمة. اذا بس نتم الخط. جملة سليمة تمام? في الحرف ايه? كده شبابكم انتهى تدريب الجرامور اللي جاي على الدرس التالي والرابع من الوحدة اربعة. لكن تتبقى معك ان شاء الله لن تبتهي بعض. ان شاء ان ترزينا في المزيد مع معلم خبير اللوغنزي مصرس عزت. السلام عليكم وبركاته.